اشتركوا في القناة نجمل 11 لصالح النادي الاهلي 4 مطشاط فضلنا على التتويج بإذن الله إن شاء الله بإذن الله نكتب إنجاز جديد إنجاز تاريخي وكعادة الاهلي طبعا صاحب الأرقام القياسية ويكون أول فريق مش بس يبعت كمان بالرقم القياسي ويفوز ب11 بطولة في دول الأبطال لكن كمان يكون الفريق الأول على مستوى القارة لحقق الثلاث ألقاب متتالي خليني أقول لحضراتكم طبعا إحنا خلاص يعني الوقت بيجري بينا بسرعة 48 ساعة تقريبا أو أزيت بحاجة بسيطة عشان فرق التوقيت ونواجه الرجاء المغربي بس عشان أتكلم على مطش الرجاء لازم أرجع شوية للمواجهة الأولى في القاهرة يعني الحقيقة أنا استغربت جدا يعني من حقك طبعا جدا جدا وأنا كنت معاكم أنك تزعل على ضياع فوز عريض على فرقة الرجاء كل الظروف كانت مهيئة أنه الأهل يعمل ذكر تاريخي الحقيقة ويحسم المواجهة من قبل ما نسفر ونركب حتى الطيارة عشان نروح المغرب نروح كذا بلانكا لكن حاجات كتيرة جدا ما كانتش يمنى يعني اللامسة الأخيرة كانت ما فيهاش توفيق كبير جدا وأعتقد أنه لو الفرص اللي قطيحت للنادي الأهلي وأبرزها طبعا ضربة الجزاء بتاعت عمر السلية شريف ضيع أفشا ضيع وليد حتى لما نزل الوقت بسيط من المباراة كان عنده فرصة ولا اتنين بيرسي تاو ضيع لو كان فيه توفيق اليوم ده كنا عملنا سكور كبير جدا لكن في النهاية أنا معاك أنك تزعل على ضياع الفوز العريض لكن مش مع فكرة أنك تترجم ده لأنه مشوار الأهلي فيه خطر يعني ماتش صعب ماتش صعب وطبيعي جدا لما تكون بتلعب في بطولات قرية بطولات دولية يبقى كل الماتشات صعبة خدوا بالكم فرقة الأهلي اللي بتلعب دي أو اللي مسافر عشان تتواجه الرجاء في المغرب كمان يومين واجهت تقريبا أبطال من كل القرات يعني الأهلي كسب أبطال كل القرات باستثناء أوروبا وأوروبا طبعا أنتم عارفين أنه أنديتها ومستوياتها في حتة تانية خالص ورغم كده الأهلي الحقيقة قدم عروض خوية لو كنا بنكلم مثلا على مواجهة بار ميونيخ من سنتين لكن في مباراة رسمية أنا مش بكلم عن الوديات دلوقتي أبطال آسيا قابلت وكسبت قابلت الدحيل وقابلت الهلال الدحيل القطري والهلال السعودي والاثنين أنتم بتتكلموا على يعني إمكانيات مادية حدس ولا حرج بتتكلموا على صفقات بعشرات الملايين من الدولارات وظهرت شخصية النادي الأهلي وقدر يتفوق على الدحيل على أرضه وفوست جمهوره وقدر يتفوق على الزعيم زعيم الأندية السعودية والأسيوية طبعا الهلال السعودي في كاس العالم نسخة الأخيرة ومن قبلها بطل برازيل وبطل أمريكا الجنوبية ومن قبلها بطل مكسيك وبطل أمريكا الشمالية فالحقيقة فرقة عندها شخصية البطل وفرقة عندها من تراكم الخبرات واخدوا بالكم من فكرة حتة تراكم الخبرات دي دي نقطة مهمة جدا في أي منافسة ومش بس في الرياضة في كل المنافسات من أي نوع في الفن في السياسة في الاقتصاد الخبرة هنا بيبقى ليها عوامل مهمة جدا الفرقة دي عندها شخصية البطل ووصلت بالفعل نتحق اللقب في مرتين وفي نسختين في ظروف في منتهى الصعوبة فبالتالي مش عايزكوا تكبروا قوي أو تضخموا قوي من صعوبة مواجهة الرجاء ومعنى ده أنا مش مستسهل المباراة أنا متأكد أنه الرجاء على ملعبه عنده ضوافع كبيرة جدا وفي النهاية الرجاء واحدة من أقوى فرق القارة الأفريقية